اشتركوا في القناة بالعشرات سنتعلم اليوم بمشيئة الله العد بالعشرات حتى مئة وكتابته العد بالعشرات حتى مئة وكتابته سوف نتعلم بإذن الله تعالى كيف نعد العداد بالعشرة وكيف نكتبه فهيا بنا تمهيد يمكن أن أعد الأشياء واحدا واحدا أو أضعها في مجموعات مكونة من عشرة أشياء ثم أعد العشرات يعني درسنا سابقا كيف نعد الأعداد بالواحد كنا دائما نعد واحد ثلاث أربعة خمس ست سبع ثماني تسعة عشرة صح ولا ممتاز يبقى معنى كده يا شباب أن الأعداد الأعداد بالواحد سهل ممتاز لكن كيف نعد بالعشرة يمكن أن نقسم الأعداد إلى مجموعات كل مجموعة بها عشرة كيف يكون ذلك أستاذ نرى معي مجموعة مكعبات نعدها إذا قمنا بعدها سنجدها أنها عشرين مكعب عشرين مكعب وكما درسنا في درس الأحاد والعشرات أن العشرين هي عشرين أحد عشرين أحد عشرين أحد هل هناك طريقة أخرى يمكن أن نعد بها العشرين نعم يمكن أن نعد العشرين بطريقة أخرى وهي أن نقسمها إلى مجموعات كل مجموعة بها عشرة كل مجموعة بها عشرة كم يتضح أمامك في الصورة المجموعة الأولى بها كم مكعب واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحسن ونصنع منها عمود به عشر مكعبات ونقوم مجموعة أخرى بها عشرة ونصنع منها عمود إذن عندي كم عمود واحد اثنان واحد اثنان كل عمود به كم عشرة إذن عشرين كيف نعدها يا أستاذ نقول عشرة عشرين عشرة عشرين ممتاز مجموعة إذن اثنين عشرات تساوي عشرين اثنين عشرات تساوي عشرين ممتاز السؤال التالي أستعملوا المكعبات وأعدوا بالعشرات ثم أقرأوا العدد وأكتبوا عندي كم مجموعة يا شباب نعد المجموعات واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة ست عشرات ست عشرات بكم كما تعلمنا نعد عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين إذن ست عشرات بكم ستين أحسنتم يا أبطال بارك الله فيكم المثال التالي التدريب واحد أستعمل المكعب وأعدوا بالعشرات ثم أقرأوا العدد وأكتبوا كم مجموعة موجودة عندي يا شباب كم عشرة واحد اثنان ثلاث ثلاث عشرات ثلاث عشرات بكم ممتاز يا بطال يقول أعد بالعشر يا أستاذ عشرة عشرة عشرين ثلاثين عشرة عشرين ثلاثين إذن ثلاث عشرات بكم ثلاثين ونكتبها بالحروف ثلاثين ممتاز عندي في هذه الصورة كم مجموعة نعود واحد اثنان ثلاثة أربع خمس خمس عشرات خمس عشرات كل مجموعة فيها كم عشرة إذن خمسة خمس مجموعات كل مجموعة بها عشرة نعد بالعشر يا شباب عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ممتاز إذن خمسين خمسة وأمامها الصفر كم اعتادنا ونكتبها بالحروف خمسين مثال أكتب العدد فيما يلي موجود عندي بشكل سهل ستة عشرات ستة عشرات بكم ممتاز جدا نعد نعد بالعشر يا شباب عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين ممتاز ممتاز إذن ستة عشرات بكم بستين المثال التالي تسع عشرات تسع عشرات أي تسع مجموعات كل مجموعة بها كم عشرة ممتاز يا باطل معناه أننا نعد بالواحد عن بالعشرة بالعشرة نعد عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين ممتاز تسع عشرات تساوي تسعين ممتاز صفرة حاد والتسع عشرات ونكتبها تسعين إذن ستة عشرات ساوي ستين تسع عشرات تساوي تسعين التدريب التالي ثماني عشرات ثماني عشرات ثماني عشرات إذن كم مجموعة باطل ثماني مجموعات كل مجموعة بها كم ممتاز كل مجموعة بها عشرة إذن نعد بالواحدة بالعشرة بالعشرة من يعد معه بالعشرة يا بطال نعد عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين من يكتب لي ثمانين بها كم أحد أحسن صفرة حاد وثماني عشرات ممتاز جدا ونكتبها ثمانين ثمانين المثال التالي خمس عشرات إذن كم مجموعة خمس مجموعات كل مجموعة بها كم أحسنت بها عشر إذن نعد بالواحدة أم بالعشرة بالعشرة نقول عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ممتاز كيف نكتب الخمسين يا شباب صفرة أحد وخمسة عشرات ممتاز إذن خمسين خمسين نكتب خمسين بالحروف تدريب تريد سارة أن تعد بالعشرات حتى مئة فبدأت بالعد عشرة وكتبت ثماني أعداد في ورقتها ما آخر عدد كتبته سارة ركز يا بطل سارة ستبدأ بالعد بالعشرات وستكتب في ورقتها ثماني أعداد أي أنها ستكتب ثماني أعداد أحسن ثماني مجموعات ممتاز نكتب العدد الأول ونعد مع سارة بدأت من كم؟ بدأت من عشرة ممتاز عشرة عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين إذن كتبت ثماني أرقام بدأت بالعشرة وانتهت عند الثمانين إذن ما آخر عدد كتبته سارة ممتاز ثمانين ثمانين ممتاز جدا تدريب التالي أو التقويم سأل التقويم يا شباب سؤال سهل نعد يقول استعمل المكاهب وعد بالعشرات ثم أقرأ بالعدد وأكتب ما تعلمناه منذ قليل نعد المجموعات كم مجموعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر مجموعات عشر مجموعات كل مجموعة بها كم بها عشر إذن معي عشر عشرات عشر عشرات بكم العشر عشرات أحسنت يا باطل ممتاز العشر عشرات بمئة بطل عشر عشرات بمئة إذن عشر مجموعات كل مجموعة بها عشرة نعد بالعشرات ونقول عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مئة ممتاز يا باطل ممتاز سؤال التقويم التالي بدأ زيد بالعدد من العشرين ركز سيبدأ من العدد من عندك عشرين وأخذ يعد بالعشرات ويكتب ما يعده فكتب أربع عدد فقط لم يكتب إلا أربع عدد وركز بدأ من العشر ومن العشرين بدأ من العشرين ما آخر عدد كتبه زيد نعد مع زيد ونكتب ونرى ما هو آخر عدد كتبه زيد عشرين أحسن تبدأ من عند العشرين ثلاثين أربعين خمسين ممتاز يا باطل إذن آخر عدد كتبه زيد ممتاز ممتاز هو خمسين ممتاز جدا آخر عدد كتبه زيد هو خمسين سؤال التالي سبع عشرات ممتاز سؤال سهل سبع عشرات أي عندي سبع مجموعات سبع مجموعات نعد بالواحدة بالعشرة بالعشرة نقول عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ونكتب السبعين كيف نكتبها صفر واحد وسبع عشرات سبعين ممتاز سؤال التالي واحد عشرات كم عشرة واحد ممتاز واحد عشرات بكم نقول نعد بالعشرات عشرة خلصنا عشرة ممتاز عشرة إذن تعلمنا اليوم يا شباب العد بالعشرات حتى مئة العد بالعشرات حتى مئة وكتابتها وتعلمنا في العد بالعشرات أن نعد الأشياء يمكننا أن نعد الأشياء واحدا واحدا ويمكننا أن نضعها في مجموعة مكونة من عشرة ممتاز العد بالعشرات يجبه العد بالأحد فالعد بالعشرات نبدأ بالعدد عشرة والعشرون ثم ثلاثون أربعون بمعنى أن بالعدد بالعشرات نبدأ بالعدد واحد والعشرون نبدأ بالعدد اثنان وهكذا كيف يا أستاذ الواحد تصير عشرة اثنان عشرين ثلاث مجموعات ثلاثين أربع مجموعات أربعين بعدها خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مئة ممتاز في نهاية الدرس اليوم أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا وأن يكون الأبطال قد فهموا الدرس وللقاء في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته